يا جدعان ايه الشكل المعرف اللي المسنجر عامله ده? التحديس الجديد ده اخرى بكل حاجة. مش قادرين اللي لها حاجة ما كانها والوجهة بقيت وحشة جدا. القرف تاجد عن في ايه? بس ما تزعلوش. انا جايب لكم الحل. كل اللي عليك تنفذ الخطوات وراية بالزلط عشان تحافظ على رسالك وترجع الشكل القديم بدون اي مشاكل. نبدأ نبدأ في الشرح لو بتباني على اليوتيوب ما تنسيش تعمل شكل طناب بتاعتي لو بتباني على التيك توك ما تنسيش تعمل فولو اكاون تعالوا نبدأ الشرح. اول حاجة روح نشوف شكل المشكلة بتاعت النهاردة. طبعا لما بتجي تفتح تطبيق المسنجر. بتلاقي الشكل ما تغير معاك او شكل المحادسات معك بالشكل ده. دي طبعا المشكلة. هنحل المشكلة دي عن طريق ان احنا ننزل نسخة قديمة من تطبيق المسنجر. والشكل القديم هيرجع معانا. بس لازم تخلي بالك من الكلام اللي هولوه لك قبل ما تنفذ اي خطوة غراية. اول حاجة هنروح نعملها ودي اهم حاجة في الشرح كله. عشان ما تخسرش كل رسائلك اللي على المسنجر. ودي خطوة مهمة جدا لازم تعملها. عشان لو غيرت مبايلك بعد كده او جيت تفتح من جهاز جديد او لو حزفت تطبيق المسنجر ورجعت تنزله تاني او لو نزلت نسخة تانية من المسنجر. رسائل المسنجر ترجع معاك. وانا بقول لك كده مش عشان الشرح بتاعي النهاردة. بس عشان مستقبلا. لو حبيت تغير جهاز الموبايل بتاعك. ما تخسرش رسائلك اللي على المسنجر. وظيفة الميزة الجديدة اللي هي الرسائلة المشفرة بين الطرفين في المسنجر. اللي اتفعلت عند كل المستخدمين. ويمكن اغلبكم مش عارفين الميزة دي. الميزة دي ببساطة جدا وظيفتها انك بتعمل رمز للرسائل بتاعتك على المسنجر. ولو حبيت تغير الجهاز بتاعك او جهازك تسرق منك. وحبيت تفتح المسنجر من جهاز جديد. لو معاك الرمز ده. الرسائل هترجع معاك. طب لو ما كانش معاك الرمز ده ما فيش اي رسائل هترجع معاك. او ممكن بعض الرسائل ترجع معاك ورسائل التانية ما ترجعش. طبعا انت ممكن تكون فعلت ميزة الرسائل المشفرة بين الطرفين دي او عملت رمز للرسائل بتاعت المسنجر وما خدتش بالك من الموضوع ده. او ممكن ما عملتهاش لسه. فتابع معي الخطوات بالتفصيل عشان ما تخصرش اي رسائل من الرسائل بتاعتك على المسنجر اول حاجة هتعملها هتجي تفتح تطبيق المسنجر وهتدوس على الثلاث شرط التحت بعض من اعلى وبعدين هتدوس على الاعدادات او علامة الترس من اعلى وبعدين هتنزل تحت على الحاجة اسمها الخصوصية والسلامة وبعدين هتختار الدردشات المشفرة تماما بين الطرفين وبعدين تغزين الرسائل لو ظهر معاك وجهة بالشكل ده مكتوب فيها اخر نسخة اختياطي وتاريخ الانشاء واعادة تعيين رمز البي اي ان يبقى انت كده مفعل ميزة الرسائل المشفرة بين الطرفين وعامل رمز لرسائل المسنجر فانت دلوقتي لو حبيت تغير الجهاز او الجهاز السرق منك وطلب منك الرمز ده لانك ممكن تكون فعلت الميزة من زمان وكتبت الرمز ده وانت مش فكره الوقتي فما تقلقش من اي حاجة كل اللي عليك ان انت تدوس على اعادة تعيين رمز البي اي ان وهتدخل رمز جديد مقاول من ستة ارقام ولازم تكون فاكر الرمز ده كويس عشان بعد كده لو غيرت الموبايل وطلب منك الرمز ده تدخل الرمز بدون اي مشاكل فهتكتب رمز جديد انا هكتب مسلا واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ستة من واحد لستة وهيطلب مني ان انا ادخل الرمز تاني فهكتب الرمز تاني ولازم تكون حافظه انا عدتله الرمز تاني هو انت تكتب طبعا اي رمز مقاول ستة ارقام بس لازم تكون حافظه عشان الرسائل بتاعتك ما اتضعش منك وبكده انا عملت رمز جديد لو حبيت غير الجهاز او مسحت المسنجر وجيت انزله تاني او جبت نسخة جديدة من تطبيق المسنجر وطلب مني الرمز ادخل الرمز فترجع معي الرسائل بدون اي مشاكل في ناس تانية هتجي تخش على تغزين الرسائل من الاعدادات مش هيظر معاها الوجهة دي هيجيلهم ان هما يشغلوا ميزة الرمز الاول مرة او ميزة الرسائل المشفرة بين الطرفين الاول مرة فهيدوسوا على تشغيل التخزين الامن وهيختاروا انشاء رمز بي اي ان مقام من ستة ارقام وبعدين هيدوسوا على متابعة وبعدين هيدخلوا رمز ليهم زي الرمز اللي دخلنا مت شوية تمام ويعيدوا الرمز تاني ولازم يكونوا حافظين الرمز ده زي ما قلتلكم عشان لو غيرتوا الجهاز آآ ودخلتوا الرمز ده الرسائل بتاعك وترجع معاكم طبعا تكتب الرمز وتعيده مرة تانية وبكده انا فعلت احتميزة الرسائل المشفرة بين الطرفين كده احنا معانا رمز البي اي اين او رمز استرجاع رسائل المسنجر او رمز الرسائل المشفرة بين الطرفين الخطوة اللي بعد كده اللي لازم تتأكد منها قبل ما تنفذ معايا الشرح بتاع النهاردة لازم تاخد بالك من تاريخ اخر نسخة احتياطي موجود هنا وده بيكون تاريخ اخر نسخة احتياطي لرسائل المسنجر ولازم التاريخ ده يكون نفس تاريخ اليوم اللي انت بتعمل في الخطوات يعني هنا مكتوب عندي في آخر نسخ احتياطي 19 نوفمبر والتاريخ بتاعي النهاردة السلساء 19 نوفمبر يعني التاريخ مطابق الوقت عادي لو مختلف ما فيش اي مشاكل هنا بيجيب لك هنا آخر نسخ احتياطي حصل للرسائل بتاعتك على المسنجر فالنسخ الاحتياطي هنا اتعمل معي النهاردة فلازم تتأكد ان التاريخ بتاع اليوم مطابق للتاريخ بتاع اخر نسخ احتياطي قبل ما تعمل اي خطوة معايا لو التاريخ مش مزبوط عندك او مش نفسي تاريخي اليوم انا بقول لك ما تعملش اي خطوة معايا وما تكملش معايا عشان رسالك ما تتحزفش انما لو التاريخ مزبوط تكمل معايا عادي لو الوقت مختلف يعني الوقت جاي مختلف ووقت اليوم مختلف ما فيش اي مشكلة اهم حاجة يكون التاريخ مزبوط انا عندي تاريخ اخر نصر احتياطي تساعتاشر نوفمبر ولو جبت التاريخ كده من على الجهاز هلاقيه النهاردة تساعتاشر نوفمبر فعلا فهتكمل معايا الخطوات عشان بقى تحل مشكلة شكل المسنجر الجديد وترجعه للشكل القديم ده طبعا الشكل الجديد اللي الناس مش حباه وعايز اترجع الشكل القديم هنحل المشكلة دي عن طريق اننا هنمسح تطبيق المسنجر الموجود حاليا وننزل نسخة قديمة من تطبيق المسنجر بس قبل ما نحزف تطبيق المسنجر او نعمل اي حاجة لازم تتأكد انك عملت كل الخطوات اللي قلتلك عليها من شوية قبل ما تنفذ معايا الخطوات اللي جاية عشان تضمن ان الرسائل ترجع معاك كلها بدون ما يتحزف معاك اي رسائل بعد ما تأكدت من الخطوات اللي قلتك عليها في اول الفيديو هنيجي بقى ننفذ الخطوات اللي جاية عشان نرجع شكل المسنجر القديم اول حاجة هنعملها هنيجي نحزف تطبيق المسنجر الموجودة عندنا دلوقتي من له حسف الخطوة اللي بعد كده هتخش على وصف الفيديو ده على اليوتيوب هتخش على قناتي على اليوتيوب وبعدين هتخش على وصف الفيديو ده وفي التعليقات وبعدين هتخش على رابط قناة التليجرام هيفتح معاك القناة بالشكل ده طبعا لازم يكون عندك التليجرام بعد هتفتح معاك القناة بالشكل ده هتيجي تنسخ رابط النسخة القديمة بتاعة المسنجر اللي هسيبها لك في القناة اللي هي دي هتيجي تضغط على رابط نسخة تطبيق المسنجر القديمة. اللينك اللي بلون الازرق ده تتطليط اغتم طوالة. وبعدين هتدوس على نسخ. خطه البعض كده هتيجي تفتح متصفح الجوه الكروم او الكروم. ده طبعا متصفح هيكون موجودة على كل الاجهزة الاندرويد. في حاجة حابه اوضحها الشرح ده مخصص لاجهزة الاندرويد بس مش الايفون. فهتيجي تفتح متصفح الجوه الكروم هتلاقي عندك على الجهاز. خطه البعض كده هتيجي في البحس من فوق كده وهتعمل لسك اللينك اللي انت لسه نسخم التليجرام. وهتدوس على بحس. خطه البعض كده هيفتح معك وجهة بالشكل ده. هتنزل تحت شوية وهتدوس على تنزيل اللي هي باللون الاخضر. اللي ظهرت قدامك دلوقتي. تنزيل دي. وهتستنى اما النسخة القديمة تنزل معك. طبعا هتخش على الثلاث نقطة اللي تحت بعض من فوق اللي في كروم. وبعدين عمليات التنزيل. هتلاقي هنا النسخة القديمة بتنزل معنا. هتلاقي اسمها مسنجر اربعة سبعة تمانية زيرو زيرو اربعة سبعة واحد واحد خمسة. ده الاصدار بتاعها. بعد ما النسخة بتاعة التطبيق المسنجر تنزل معنا هنجي نسبيتها بشكل عادي جدا. هزغط على ضغطة واحدة. وبعدين هنختار من تحت كده. اداة تثبيت الحزم. هيقول لك هنا لازم توافق للكروم يسبت التطبيقات. عشان انت منزل التطبيق خارج المتجر. فهتخش على الاعدادات. وبعدين هتسمح الكروم ان هو يسبت التطبيقات. هيقول لك هنا تثبيت المسنجر. بعد ما توافق الكروم على التثبيت. هتدوس على تثبيت. بعد ما النسخة تثبتت معنا بالشكل ده. لو طلعنا برا كده هنلاقي النسخة نزلت معنا. هنيجي نفتح النسخة. لو ما زهرش الحساب بتاعك على طول بالشكل ده. هتيجي تقفل المسنجر من الحاجات اللي انت فتحها. وهتفتحه تاني. وهتعيد نفس الخطوات لحد ما يجيب لك الاكونت بتاعك او حسابك على المسنجر. لو ظهر لك ده تاني هتقفل المسنجر. وتفتحه تاني. لحد ما يجيب لك ان انت تسجل دخول اه بحسابك اللي مفتوح على الفيسبوك الوقتي. هيزلك وجهة بالشكل ده هتدوس على حفظ. بعد ما تدوس على حفظ ممكن يطلب منك الرمز اللي احنا عملناه في اول الفيديو. الرمز اللي انت عملته في اول الفيديو. اللي هو رمز الرسائل المشفرة. او رمز استرجاع رسالك على مسنجر. فهتيجي اتدخل الرمز المكان من ستة ارقام. وبعد كده هيزلك وجهة بالشكل ده هتدوس على ليسى الان. وبعدين هيرجع معاك الشكل القديم. وهترجع معاك الرسائل بتاعتك بدون ما يتحزف اي حاجة زي ما انتو شايفين اهوت. دي الرسائل واهم خطوة معانا النهاردة عشان الشكل الجديد ما يرجعش تاني. هنيجي ندوس على الثلاث شرط اللي تحت بعض من فوق. وبعدين هندوس على علامة الاعدادات او الترس. وبعدين هنزل تحت خالص على حاجة اسمها تحديثات التطبيق. وبعدين هنلغي تفعيل اختيار تحديث مسنجر تلقائيا. وبعدين اقاف التشغيل. وبعدين الاشعارات من تحت كده تحديث مسنجر متوفر هنلغيها برضو. وبكده احنا حلينا المشكلة ومش هتظهر تاني. وبكده احنا حلينا المشكلة بتاعت النهاردة وحافظنا على الرسائل بتاعتنا بدون ما يتحزف اي حاجة. وبكده الشرح يكون انتهى. ارجو ان تكون السفدت من الشرح. لو السفدت من الشرح. اشتركوا في القناة وفعل زر جاز وتعمل لك في الفيديو. شكرا.